أستدل من كلام حضرتك بأن هناك احتمالية كبيرة لتطرق إلى ملف الاقتصاد المتعلق بضخ الدولار على سبيل المثال أو حتى بالعقوبات المفروضة على بعض المصارف العراقية بالتأكيد وزير الخارجية العراقي ذهب إلى واشنطن يعقد أكثر من اجتماع مع قطاعات كثيرة الملف الاقتصادي يعد من الملفات المهمة جدا والذي يسعى العراق إلى تنمية هذا الملف بما يؤمن ويعزز من قوة الاقتصاد العراقي على مستوى السياسات المالية والسياسات النقدية وعلى مستوى الاستثمارات وجذب الشركات الأمريكية أن أتوقع هذا الأمر هو الذي سوف يحسن في طبيعة الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي تعقد من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا سوف يعزز من عملية الرصيد الاقتماني العراقي فيما يتعلق بالأموال العراقية الموجودة في الـ TBI بما يمكن من خلالها الذي يمكن أن نتحدث عنه الفدرال الأمريكي والحديث عن العقوبات الاقتصادية تجاه البنوب الحكومة السيدة السوداني اتخذت جملة من الخطوات التي يمكن من خلالها لنتحدث عن جانب النظام الإلكتروني الذي يمكن من خلالها أن يقلل من عملية أو أنهى مسألة الحديث عن تهريب العملة تجاه بعض البلدان التي صدرت لديها عقوبات اقتصادية من قبل ولاية المتعدة الأمريكية منها سوريا منها إيران وبالتأكيد هذا الأمر الذي يمكن من خلالها أن يعزز الاقتصاد العراقي وينفتح دول أوروبا على العراق فيما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية الأسيما في مشاريع طريق التنمية نعم نود أن نشكرك على انضمامك معنا الدكتور خالد عبدالإله أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد شكرا جزيلا لجانبكم الكريم شكرا جزيلا للمشاريع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة